في مبارزة كده بالحواجب وبالتعبيرات في المشهد وقدام وفاق عامر ايو 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 احكيني كده كواليس المشهد ده كانت عاملة ازاي واصعب المشاهد بالنسبالك بصي كمان من الحاجات اللي خلتني اقول يلا بينا اتوكن على الله ان شخصية صباح الجايش بتعملها الأستاذة وفاق عامر الدويته ده اه الدويته مين ما يحبش وفاق عامر حبيبتي دي 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 مسلي يعني في اللي وبعدين بنت بلدي وانا بحبها على المستوى الشخصي ويعني قلت قدام وفاق عامر لا باقي يعني ما ينفعش ان احنا نقل كده شوية ولا بتاع فهي كانت الشخصية الجبارة دي ودي يعني عارفة اللي هي بتهددها بس برضو خايفة منها يعني هي ايه اللي هو بتضرب وتلاقي فلازم تبقى كده لأ كان لاني مش اول مرة اشتغل مع استاذة وفاق اشتغلت معاها قبل كده مسلسل بس من فترة كان اسمه شاط اسكندرية وده اللقاء الثاني بيني وبينها فأنا كتير قوي ملتقناش فكان يعني هي حتى اول ما شافت قايتلي انتي عاملة دور لطيفة وقايتلي انا حبيت الدور اساسة يعني فالحمد لله الحمد لله يعني الحمد لله عايزين نرجع كده للبدايات وكنت بتكلمي عن اسكندرية هل انت بتعتقدي في مسألة انه الناس اللي عندها اصول من بلاد لها ثقافات كبيرة وحضارة كبيرة زي اسكندرية ده بيأثر عليهم ويأثر على موهبتهم والبداية كانت مع مين يعني وامت حسيت انه المشوار ابتدى لان كنت بتقولي المشوار المشوار ما كانش سهل مين الفنان الكبير اللي لما قابلت او الفنان اللي في بداية مشوارك حسيت ان انا كده يا دوبة ابتدت اشوف طريقي صح بصي بقى يعني كل الناس وهم اطفال يعني ايه يا حبيبي نفسك تطلع ايه دكتور لا اطلع مهين لا اطلع مدرسة امي كانت الله يرحمها قدامت تقولي انا زكت بقى مدرسة وانا اصلا ما بقى عنديش يعني عارفة ما عنديش طاقة طاقة ان انا علم ان انا وعيال بقى وبتاع فانا عايزة اقول لها يعني لا انا مش عايزة بأكيد فمن وانا صغيرة وانا نفسي يعني هو ده الهدف هو ده التارجت اللي كان نفسي حققه ان انا ابقى ممثلة كنت بتقول مصرح المدرسة كان عندكم مصرح في المدرسة طبعا 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 انا كنت في مدرسة حكومة عادي جدا مش 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 خاصة ولا بتاع لكن لكن كان فيه مصرح مدرسة كان فيه قودة موسيقى كان فيه يعني كل انواق يعني كنت مثلا كل سنة لازم اشترك في المسابقات اللي هي بتاعت الشعر والالقاء والحقوق باخد جوائز على مستوى الجمهورية ويعني بصي كانت المدرسة بالنسبي لي مش 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 بس دراسة وكان فيها يعني تعلمت في مصرح المدرس كنت بروح أصور الثقافة من وأنا صغيرة وكنت بدأت كنت بتروحي أصور الثقافة ويدبقى كده الأسرة بترتفع منه في نية امي 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 حبيبتي هي اللي كانت تاخدني يعني انا انا عايزة اروح أصور الثقافة فلازم فتروح معي وتقف معي وعمل مصرحيات عظيمة وعمل مصرحيات وانا في المدى يعني من بداية ومصرح بقى سيد دارويش عندنا في اسكندرية وكان مصرح عبدالوهاب وقفت بقى على مصرح كتير بقى في اسكندرية كنت أجي بقى كبرت شوية بقى أشوف الفنانين على البحر كده بالليل وهم عاديين بقى الأستاذ العظيم يوني الشلبي وستاذ سيد صالح كل دول كنت بشوفهم بقى يخلصوا المصرح وكانوا بيعودوا بقى في الكافتيريات فهو أنا صغيرة كده مش فأولي يا ربي بقى طب امتى نعيني حبقى فحبيت المصرح فبدأت واحدة واحدة دخلت كده اقتحمت مصرح عند الأستاذ الصهير البابلي وروحت قلت لهم كده معرفش حد عائلة صغيرة تسرسبت ودخلت المصرح قلت لهم أنا عايزة مثل أنا معرفش كنت لسه في المدرس فكانت من هنا بداية الحلم أو بداية يعني الرهبة لكن الاحتراف طبعا غير لما كنت بقى في المدرسة ومش عارف المدرسة بقى كنت عاملة نفسي فيها ما حصلتش يعني نجمة بقى طبعا في المدرسة لكن كانت قصة الاحتراف كانت صعبة جدا ولما قررت أن أنا أجي علشان يعني أمثل في مصر وكده عنزل لأرض المعركة بجد كانت أرض يعني صعبة إلى الآن يعني إلى الآن يعني 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 بستعجب اللي هما بيستعجلوا وبيبقوا عايزين لا أنا بقى لي كثير قوي بها يمكن توقفت شوية فترة من حياتي يعني لما حسيت كده بشوية يأس وشوية إحباط وإنزاي وأنا مش يعني أمت مين مش عارف حقا إلا أنا عارفة وخاصة ما عنديش حد في الوسط الفني وما عنديش أهل كمان في القاهرة يمكن أهل أبويا لكن يعني كلهم كانوا بقى خلاص بقى اللي راحنا ولي راحنا ما عرفش حد قوي فجيت من بداية اللي هو قعدت في بيوت الشباب وقعدت في المدينة الجماعية وروحت عند الناس اللي هما كانوا بيأجروا حاجات للطلبة ومش عارفة إيه فكان مشوار صعب جدا لكن ربنا بدأ يعني لكل مجتهد النصيب وأنا لم أتونى لحظة إمتى كانت شرارة البداية بالنسبة لك وحستي أنه أنا ابتدت أكون على أول طلب بس حققت شوية أول ما ما جيت يعني أول سنة جيت فيها القاهرة وبدأت أن أنا خلاص عايزة أدخل المعهد وعايزة مش عارف إيه أملت مصرحة أملت روايات مع الأستاذ العظيم رحمة الله عليه الأستاذ سامير غانم الله يرحمه كان الله يرحمه يا رب ويسامحه وده كان من المؤمنين جدا بيا وداني فرص كتير جدا عملت معا كذا رواية وسافرنا بقى بيها وحسيت أن أنا خلاص بقى وعملت برنامج تاني كان أول برنامج كان اسمه مطبط على الهوى كان إخراج الأستاذ طارق العريان ويبصي حاجات بدايات كتير مش عايزة بستكبر نفسي عشان كنت صغيرة إحنا عطلوسو غيرين أنا كنت بستك نبتك برش وبعدين توقفت لحظة لحظة إيه توقفت فترة من حياتي فترة طويلة كان فيها بقى يعني ابن ياسين فاهتميت بيه فترة طويلة وبس بصي كنت بتعذب يعني سفرت بره وقعت فترة طويلة بره وأنا مقدرش أبعد عن البلد دي أنا لو قعت يعني شهر بره عارف أنت بموت والله يعني مقدرش يعني أنا زي ما بقولتلك كده أنا يعني معجونة بتراب مصري يعني أنا بحب مصر قوي فحاول ترجع فلما جي ترجع كأنه من أول وجديد فبس عشان ما طولش عليك بداية الشرارة الحقيقية اللي حصلت لي في الرجوع كان مسلسل هذا المسال كانت شخصية شوية جريئة ويمكن فنانات كتير ما بتفضلش ده أو تقلق من ده صحيح زينا حسبت الموضوع الزي حسبت الموضوع أن الجرأة مش في المش يعني أنا شايفة أن أنا ممكن أعمل شخصية جريئة بس من غير ما تخدش الحقيقة يعني من غير ما يكون لبس فاضح أو لبس مكشوف أو حاجة يعني أنت شوفي بتقولي جريئة كل ده بالعباء والطرح هي الجرأة الوحيدة اللي فيها اللي عملت شعرها بورتقاني يعني ضربت شعرها بورتقاني فكان من هنا الجرأة وإنها ما كانتش شخصية يعني ما كانتش شخصية هي مش ست مش 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 وحشة يعني ست مش 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 مكسب مش أكل عيشها أنها ستبقى كده هي حبيبة هي حبت هي حبت الشخصية السوني دل في المسلسل وبونانا عليه كانت عايزة تضحي بقى بزوجها وبنتها وده غلط طبعا بس هي كان ده مستوى تفكيرها في كده وبرضو يعني لحد الوقت يوم معابير دي شخصية نجحت بشكل جديد مش قدر أقولك أنا كل الناس بتندهني يوم معابير كل الحاجات اللي عملتها يديت وما زلت المعابير وده يرجع للنص الكويس وللأستاذ المخرج الكبير أستاذ تامر محسن لأني أنا كانت توجيهاته فعلا بجد كل توجيه يعني لما كنت أجي أعمل مثلا حاجة يقولي طب إيه رأيك لو عملناها كده فكنت أدوس معاه فلاقي لأ وجهة نظره صح يعني هو مخرج بيحب الممثل وأنا يعني شابول كل مخرج بيعز الممثل ويطلع كل تقاط وفيه مخرج يطلع منك تقاط كبيرة صحيح في ناس بنشوفها مع مخرجين وكأنهم يعني بتوب جديد أول مرة نشوفهم بالشكل ده بتكون رؤية إخراجية مختلفة صحيح 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 هنتكلم أكتر يا زيني عن ردود الأفعال حوالين الأدوار ومعابير ومحسن ويعني أنت بتقيسي ده إزاي لكن خلينا نروح لفاصل هستأذنك ونرجع نكمل مع الفنانة زينة منصور اللي النهار ده في ضيافة التسع